شلون نقدر نسوي مثل هذا الفيديو او مثل هذا الفلتر تابع الشرح اول شي رح ننزل هذا التطبيق هو فوتو لينك رح حط الرابط باول تعليق مثبت بعدين رح ندخل على الصور خاصة بنا طبعا بالجهاز ورح نختار صورتين مثلا نختار صوت السيارة بعدين نختار على الفلاتر بالزاوية ورح تطلع لك عدة فلاتر منها مجانية ومنها مدفوعة رح تشوف بهذا الشكل رح يحول السيارة لهذا الشكل وبعدة اشكال يعني تقدر تستعمل اي شكل بس نحن رح نحجن هذا التصميم بعدين رح نحفظ الصورة وبعدها رح نخرج وننتغل على تيك توك على اي مقطع نحن مستخدمينه في هذا المقطع رح نحن تجرب الغالب استخدام الغالب ايضا استخدام الغالب بالزاوية وبعدين رح نختار الصورتين الصورة العادية والصورة اللي نحن فلترناها اول شي نختار الصورة اللي فلترناها بعدين نختار الصورة العادية بعدين نحط معاينة بعدين رح يطلع بهذا الشكل الفيديو واذا ما كان عندك كوب كات او تيك توك لحتى تستخدم القالب رح اشرح طريقة شلون تستخدمه بدون القالب اول شي رح ندخل تطبيق كوب كات بعد ما زبطنا الصور طبعا بالبرنامج ورح نحط على الصور بعدين نختار الصورة الفلترناها والصورة العادية بعدين نحط معاينة ورح تطلع او نختار الفاصل بناتا طبعا بعدين نحط ماسح او انقسام نختار اي انقسام نحنا نختار بدنياها ورح نختاره مثل العادي ورح يطلع بهذا الشكل بس نحنا رح نزود الثواني طبعا للفلتر للانقسام نخليها ثلاث ثواني ورح يطلع بهذا الشكل وهذا الفلتر مثل ما شفتم جدام كون وشالله يكون عجبكم الفيديو وستفدتم منه وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر